بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم في النبياء المنسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب وطالبات الصف الرابع ابتدائي من معاهد وبرامج التربية الفكرية في درس جديد في مدى التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا هذا اليوم سيكون تلمية المشاركة مع الآخرين في الدرس رقم ثلاثة يا أبطال قوانين التعلم عن بعد أول وأهم القوانين جهز كتبك وأدواتك التي تحتاجها قبل بداية الدرس استمع للدرس بكل تركيز تابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى تحصل على الفائدة كاملة يا أبطال قوانين ممارسة النشاط الرياضي يرفع مستور يقتك القلبية التنفسية يحسن صحة عقلك ومزاجك يحافظ على وزنك الصحي المناسب يقيك من عدة أمراض كأمراض القلب السمنة السكري من الدرجة الثانية ويجعلك قادرا على ممارسة جميع انشطك خصوصا الرياضية إلى أولياء الأمور أفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم تكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة على قدم ينقف أول تمرين معنا هذا اليوم الجري الخفيف في المكان ووقفين في مساحة آمنة ومرتدين الزير الرياضي مع بعض تمريين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربع خمس ست سبع همان تسع عشرة يعطيكم العافية أبطال تمريين الثاني ثاني الجزء لناحية اليسار أربع عددات ولناحية اليمين أربع عددات جاهزين مع بعض تمريين جماعة ابتدي يسار نين ثلاثة أربع يمين نين ثلاثة أربع يسار نين ثلاثة أربع يمين نين ثلاثة أربع آخر مرة جماعة عاقف تمريين الثالث خمس نفتح القدمين بنت ساعة كدفين وساعة قليلا نظر للأمام مع بعض تمريين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عاشرة أعطيكم العافية الطال ننتقل لثمانين إطارات أول ثمانين للعضلة الخلفية للفخت من خلال مد أحد القدمين نبدأ من قدم اليمين مده النزول والثبات على هذا الوضع الطال لمدة 10 ثواني بشرط ألا تثني الركبتين جاهزين مع بعض تمرين جماعة يبتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل لآخر تمريين للعضلة الأمامية الفخت من خلال سحب القدم نمين باليد اليوم واليسار باليد اليسرى جاهزين يا أبطال مع بعض تمريين جماعة يبتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال قدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر أعطيكم العافية يا أبطال تينة من أداء التمرين الرياضية تذكر دائما أن ممارسة الرياضة أي أن كانت الرياضة يا أبطال لو كانت رياضة المشي أو الجري أو حتى رياضة مع مشاركة زملائك الآخرين أو أي أن كانت الرياضة الأهم أن تمارس الرياضة بشكل مستمر حتى تحافظ على صحتك بعيدا عن أمراض تحصن صحة عقلك ومزاجك تحافظ على وزنك الصحي المناسب يا أبطال لذلك التزم بممارسة الرياضة طوال حياتك دائما يا أبطال خلونا نشوف درسنا هذا اليوم تلمية المشاركة مع الآخرين فماذا نقصد بالمشاركة مع الآخرين المشاركة مع الآخرين هو القيام بعمل لإتمام هدف معين أو المساعدة القيام بما يطلبه شخص آخر منك يا أبطال هي مساعدة الآخرين يا أبطال سواء كان في مجال الدراسة أو في مجال العمل في المستقبل أو حتى في مجالات أخرى من مجالات الحياة دائما يا أبطال مساعدتنا الآخرين نكتسب منها الأجر أولا وأيضا نكتسب منها الفائدة والأهم يا أبطال أنها تعود علينا بالكثير والكثير من الفوائد رح نتعلم منها أشياء كثير ونكتسب أشياء أكثر يا أبطال مشاركة لها الكثير من الفوائد والتي تعود بالخير على المتشاركين فيه رح نذكر بعض الأمثلة أو بعض الفوائد اللي أكيد تعود بالفائدة عليك عند المشاركة مع الآخرين زيادة التحصيل العلمي وزيادة خبرات الطالب والمهارات المكتسبة عند التعلم والتعاون نتكلم هنا في مجال التعليم أنت متعلم يا بطل سواء كان في المدارس أو حتى في مستقبل على مستوى الجامعات سترتفع مهاراتك التعليمية إن كنت تمتلك المهارة ستتطور المهارة ستزيد خبراتك في بعض المهارات وأيضا في التعلم والتعاون كيف أعمل ضمن فريق واحد حتى ننجز عمل محدد لأن بعض الأهداف أبطال يتطلب عملها وجود أكثر من زميل لي حتى نتجاوز هذا الهدف لذلك دائما يا أبطال نحاول دائما استفادة من خبرات الآخرين كما يستبدون من خبراتنا حتى أكيد نتطور ونصل لأهدافنا سويا يا أبطال بناء علاقات جيدة وتوسيع دائرة الأخطاء هذه تحصل يا أبطال في المشاركة في الرياضة تحصل في المشاركة أثناء حل الواجبات أثناء أيضا حل بعض الفروض التي يطلبها منك أساتذتك دائما أو معلميك أو معلماتكم يا أبطال دائما يا أبطال لما نحاول نحل أو ننجز فرض معين أو نحاول نلعب رياضة معينة يطلب وجود زملاء لنا حتى نحاول أكيد تحقيق الأهداف من هذه اللعبة أو تحقيق الأهداف من حل الواجبات إلى آخر يا أبطال الأهم أن نتأكد دائما بمساعدتنا الآخرين ومبادرتنا بمساعدة الآخرين حتى تتوسع دائرة أصدقائنا نبني علاقات جيدة وبكذا دائما نكون نصل لأهدافنا بشكل أسرع يا أبطال تنمية المهارات التعليمية وتنمية المهارات الاجتماعية والتصرف بشكل جيد مع الآخرين ستلاحظ مهاراتك التعليمية تفعت بشكل أكبر لما تكون تمتلك مهارة تأكد أنه ستتطور هذه المهارة و ستكتسب مهارات أخرى بجانبها و أيضا توصلك الاجتماعية و مهاراتك الاجتماعية مع الناس و مع الآخرين سواء في المنزل سواء خارج المنزل ستتطور بشكل أكبر و ستلاحظ هذا الشيء على مدى سريع و على مدى قريب أيضا يا أبطال لذلك دائما احرص على مشاركة الآخرين يا بطل أيضا زيادة تقدير الشخص لنفسه و أيضا تعلم المشاركة العمل الجماعي تحقيق نجاحة أكبر زيادة الثقة بالنفس و لكن حتى تحصل على هذه الأشياء يفترض عليك أن تثب بالآخرين و أيضا أن تزيد من تقديرهم و محبتهم حتى يبادلوك هذا الشيء يا بطل ما ينبغي دائما مراعاة الحرص على مساعدة الآخرين أكيد قلنا أنه فيها فوائد كثيرة منها اكتساب أجر يا أبطال و الأهم أيضا يا أبطال أنه دائما نبادل و لا ننتظر الآخرين يطلبون مننا المساعدة يا أبطال مشاركة الآخرين في أي نشاط رياضي لأنه أكيد يا أبطال عند محاولة المشاركة مع الآخرين يا أبطال أكيد في بعض الألعاب يا أبطال لن نستطيع اللعب حتى أكيد يكون في زميل آخر لي أو مجموعة زملاء حتى نحاول الوصول إلى الهدف تقدير واحترام الآخرين ممن يشاركون معك في نفس الإشاط إذا أردت أن يقدرك الآخرون يفترض عليك دائما تقديرهم واحترامهم و محبتهم حتى يبادلوك هذا الشيء دحرجة الكرة يقسم الفصل إلى أربع قاطرات يا أبطال مع كل قاطرة كرة قدم يا أبطال هنا هذه القاطرات يا أبطال كل قاطرة معها كرة قدم ينطلق الطالب يدحرج الكرة ثم بعد ذلك يدور من خلف القمع و يعود و يسلم الكرة إلى زميله وبعد ذلك المجموعة التي تنتهي أولا هي المجموعة الفائزة بالشكل هذا يا أبطال تقف المجموعة أمام قمع يمشي الطالب يا أبطال بالكرة بالشكل هذا يا أبطال يحاول دحرجة الكرة من خلف القمع و العودة مرة أخرى و تسليم الكرة للزميل و بعد ذلك المجموعة التي تنتهي أولا هي المجموعة الفائزة معناتها لازم نتشارك نضع خطة نحاول تحفيز بعض أبطال حتى نفوز بهذه المنافسة معناتها لن نفوز إلا بالمشاركة مع الآخرين يا أبطال مراجعة لدرسنا هذا اليوم هل مشاركة لها الكثير من الفوائد والتي تعود بالخير على المتشاركين فيه مثل بناء علاقة جيدة وتوسيع دائرة الأصدقاء شوف الإجابة مع بعض أبطال أحسنتم إجابة صحيحة وأيضا الكثير والكثير من الفوائد يا أبطال ختاما يا أبطال بادل بمساعدة الآخرين حتى أيضا تعود بالفائد على نفسك ودمتم بصحة ونشاط